اهلا وسهلا بمتابعين القرام بنظرة سريعة عن العصاب الدماغية جهازنا العصبي بيحتوي على 12 زوج من العصاب الدماغية مرقمين من الامام الى الخلف طبقا لاتصالهم بالمخ والعصاب الدماغية بتتقسم لثلاث انواع نوع حسي ونوع حرقي ونوع مختلط بين الحسي والحرقي والعصب الاول في العصاب الدماغية هو الالفاكتري نيرف العصب الشمي وهو عصب حسي مسؤول عن حسة الشم والعصب التاني هو الابتك نيرف وده العصب البصري هو عصب حسي مسؤول عن حسة البصر والعصب الثالث هو الأكولوموتر نيرف وده العصب المحرك للعين وهو عصب حرقي بيغزي معظم العضلات المحركة للعين والعصب الرابع هو التروكليار نيرف وده العصب البكري وهو عصب حرقي بيغزي عضلة من العضلات اللي بتحرك العين أما العصب الخامس فهو التريجيميل نيرف وده عصب مختلط بين الحرقي والحسي ومسؤول عن الإحساس بالوجه والرأس زي مثلا الإحساس برموش العين والشفة العليا والقناة الدمعية وبرضه مسؤول عن حركة معظم عضلات المضغ أما العصب السادس هو الابديوسنس نيرف العصب المبعد وهو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلة معينة من العضلات اللي بتحرك العين والعصب السابع هو الفاشيال نيرف وده عصب مختلط بين الحركي والحسي والفاشيال نيرف بيغزي العضلات المسؤولة عن تعبيرات الوش والإحساس بالتزوق والإحساس بفتحة الأزن الخارجية أما العصب الثامن هو الفستيبيولو كوكلير نيرف وهو عصب حسي مسؤول عن الإحساس بالتوازن ومسؤول برضه عن ترجمة كوكاعة الأزن للأصوات والعصب التاسع هو الجلوسفرينجيال نيرف العصب اللساني البلعومي هو عصب مختلط بين الحركي والحسي لأنه مسؤول عن حركة عضلات البلع ومعظم حركة اللسان والإحساس بالألم ودرجة الحرارة في الأزن الوسطى والعصب العاشر هو الفيغاس نيرف العصب الرئوي المعادي هو عصب برضه مختلط بين الحسي والحركي وعصب بيغزي معظم عضلات القناة الهضمية وعضلات الرئة والكصبة الهوائية والعصب اللي 11 هو الأكسسوري نيرف العصب الإضافي هو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلات البلعوم أما العصب الأخير والإتنشر هو الهيبو جلوسال نيرف هو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلات اللسان ترجمة نانسي قنقر